وحش انفيديا الجديد RTX 3080 وسلسلة كاملة من القدرات التي يمكنها هذا الكرت الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف كرت انفيديا RTX 3080 يأتي بمعمارية الأمبير الجديدة بحسب انفيديا المعمارية تقدم أداء أفضل من معمارية الترنينج التي تم استخدامها في سلسلة RTX 2000 بقرابة 1.9 مرات يعني تقريباً بالضعفين هنا نتحدث عن فرق كبير جابته هذه السلسلة ويعتبر RTX 3080 أسرع من ٢٠٨٠ بضعفين وبشكل عام الكرت يعتبر مناسب للعب بإطارات عالية بدقة ٤ك أيضاً مع تقنية الذكاء الاصطناعي DLSS 2.0 الإطارات ممكن تكون أكثر من ١٠٠ إطار على دقة ٤ك أحد المزايا التي تم تحسينها مع RTX 3080 هي أنوية Tensor Cores التي تم زيادتها بضعفين هذه الأنوية يتم استخدامها في الذكاء الاصطناعي أحد المزايا التي رأيناها معها هي تقنية DLSS 2.0 التي تساعد في تقديم مظهر وحواف وتنعيم أفضل وتزيد عدد الإطارات أيضاً أداء الكرت مع Ray Tracing تم تحسينه وصار تقريباً أقوى بضعفين والمفروض أن الأداء والإطارات تكون أفضل مع Ray Tracing والRTX 3080 يدعم تقنية انفيديا ريفليكس التي تتميز بتقليل مدة التأخر في الألعاب بالذات التنافسية في نفس الوقت تقيس وتعدل مدة الليتنسي في النظام أيضاً يوجد نمط مع هذه التقنية يجعل الحاسب يستجيب لضغطة الفأرة بسرعة كبيرة تصل لأجزاء من الثانية وكمثال بعدما تضغطوا على الفأرة الموضوع ينتقل للمعالج بعدها في عملية معالجة تحدث بعدها يذهب لكرت الشاشة ثم الشاشة فمع تقنية الريفليكس شال موضوع المعالجة وصارت ضغطة الفأرة تذهب مباشرة للمعالج وكرت الشاشة والشاشة وهذا الشيء يعطي سرعة استجابة عالية تقنية الريفليكس متوافقة مع فورتنايت وقريباً ستتوفر مع ألعاب تنافسية أخرى الكرت يدعم تطبيق جديد من انفيديا اسمه انفيديا برودكاست الذي يقدم مزايا عديدة للستريمرز الذين يعملوا بثوث مثل إمكانية عزل الخلفية أو إزالتها بالكامل دون الحاجة لخلفية خضراء وهي الجرين سكرين التطبيق يتيح إمكانية تتبع حركة الوجه أثناء التصوير وعزل الضجيج في الصوت وعموماً بعد تجربة التطبيق فعلاً عزل الخلفيات كان جيد ولكن جودة العزل تختلف من مرة إلى أخرى وبحسب كمية الإضاءة الموجودة في المكان أغلب المزايا تشتغل ولكن أحياناً لا تكون دقيقة لأن التطبيق في مرحلة البيتا فمتشوق للنسخة النهائية من هذا التطبيق نقطة أحب أوضحها أن الكرت ليس قوي في الألعاب حتى في تطبيقات المونتاج معالجة الفيديوهات التي هي الرندرة سيقدم فيها أداء عالي RTX 3080 يجب ذاكرة 10 جيجا بايت من نوع GDDR6X بسرعة 19 جيجا بيت في الثانية أيضاً الكرت يمتلك 8704 كودا كورز ومقارنة بالRTX 2080 Ti يعتبر أكثر بضعفين أيضاً الكرت يجب بتردد يصل إلى 1.7 جيجا هيرتز ومصنوع بدقة 8 نانومتر أحس مع هذا الكرت الفجوة ما بين كروت الكودا والكروت المخصصة للألعاب قادت قل جداً وهذا الأمر الذي واضح قادت تسعاله انفيديا بإعطاء قدرات جداً عالية في كل أنواع كروتها استهلاك الطاقة في RTX 3080 هو 320 واط ووحدة الطاقة المقترحة من انفيديا لتشغيل هذا الكرت هي 750 واط وعلى فكرة الكرت يتم تغذيته بالطاقة من خلال منفذ 12 بن ويأتي فيه كابل 12 بن إلى منفذين 8 بن لو لديكم هذا الأمر الكرت أيضاً يمتلك منفذ HDMI 2.1 وقادر على تشغيل 4K مع 120 نطار في الثانية أو 8K مع خاصية HDR أيضاً الكرت يمتلك ثلاث منافذ DisplayPort 1.4A التي تعطي قدرة 4K مع 120 نطار في الثانية الكرت يمتلك مروحتين، واحدة خارجية وواحدة داخلية ومن ناحية نظام التبريد يقدم هدوء أفضل بثلاث مرات ويقلل درجة الحرارة بنسبة 20 درجة سيلسيوس مقارنة بالRTX 2080 طبعاً النظام التبريد موجود حالياً في نسخة Founders Edition نسخة المؤسسين والذي سويتها الفيديو من خلالها دعوني أذهب إلى اختبارات الأداء وأقول لكم أن في اختبار 3D Mark Time Spy الكرت عطى 15596 نقطة في تجربة الألعاب، كانت الاختبارات على دقة 4K وعلى أعلى إطارات ممكنة في لعبة Doom Eternal، الإطارات كانت تراوح من 121 إلى 162 إطار في لعبة Battlefield V مع تفعيل Tracing والDLSS، الإطارات كانت من 69 إلى 82 إطار في الثانية فورتنايت مع Ray Tracing والDLSS، الإطارات كانت من 73 إلى 84 إطار في الثانية لعبة Death Stranding مع تفعيل DLSS، الإطارات كانت من 121 إلى 137 إطار مينكرافت مع تفعيل Ray Tracing والDLSS، الإطارات كانت من 88 إلى 89 إطارات وللتوضيح، Ray Tracing يعمل فقط في نسخة البيتا سعر كرت نفيديا RTX هو 699 دولار، يعني قرابة 2621 ريال وطبعاً، هذا سعر نسخة Founders Edition، وفي نسخ أخرى ستنزل لباقي المصنعين وأسعارها ستفرق قليلاً عن نسخة Founder Edition ما هي الإيجابيات؟ الكرت RTX 3080 يعتبر أنسب كرت حالياً للعب بدقة 4K و60 إطار في الثانية أيضاً، يعتبر صفقة جيدة للعب بدقة 2K و120 إطار في الثانية أيضاً، دعم تقنية DLSS 2.0، ستزيد أداءه بفارق قليل حتى في تفعيل Ray Tracing المفروض مع دقة 4K تحصل على إطارات تتفوق على 60 إطار في الثانية أما من ناحية الأشياء التي تمنيتها تكون أفضل، فصوت المراوح ممكن يكون عالي مع بعض الألعاب عندما نأخذ أقصى الخصائص وهذا الأمر المفروض أنه أقل من العادة والكروت الذي سبق وذكرتها في هذا الفيديو أيضاً، استهلاك الطاقة عالي في الكرت ويمكن أن تحتاج إلى Power Supply أقوى لتشغيله يعني نفس تزويد الطاقة التي لديكم في الدسكتوب يمكن أن تحتاج إلى تغيرها وأكيد من انفيديا يقترحوا وحدة 750 واط متشوق جداً لنسخ أخرى من نفس هذه السلسلة لا ننسى أن انفيديا يصبح وحش وقدراتهم جداً عالية من ناحية كروت الشاشة فمتشوق لشيء جداً خرافي على اللابتوبات والدسكتوبات من نفس انفيديا نهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك وعلى فكرة صوت بلاي لست فيها لابتوبات وكروت انفيديا جداً خرافية يمكنكم أن ترى أحد هذه الفيديوهات الآن وتروحوا تلقائياً للفيديوهات الأخرى